بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم حنان مصطفى ان شاء الله بازن الله هنبدأ في اللوجو او اللوجو انترو اللي احنا كنا اعلن عنه على الجروب بتاعنا نبدأ فيه كده واحدة واحدة ونشوف الدنيا ماشية زي بس طبعا مش هنخلصه كل مرة واحدة لأ هناخد هناخد اللوجو دوت على اجزاء نشوف كده اللوجو اهو نقول له ايه دي اللوجو فتحناه ملحوظة بس صغيرة كده انا عايز افتح او عايز اعمل البروجيكت اللي انا هشتغل عليه نفس المواصفات بتاعت المشروع ده او نفس المواصفات بتاعت اللوجو ده المواصفات هنا بتقول لي ايه المواصفات هنا بتقول لي ان اللوجو دوت اسمه كزا تمام اه اه المقاس بتاعه تسعمائة وستين في ربعا في خمسمائة واربعين اه البنكوسين رقم واحد والرقم واحد ده بيرمز لايه احنا قلنا ده اسمه حاجة اسمها المعامل يعني البروجيكت ده طالما واحد صحيح يكون البكسل بتاعته مربعة مش مستطيلة احنا بنقول عليه كده اسكوير بكسل تمام هنا مدته ست ثواني واحد فريم شغالين على خمسة وعشرين فريم في الثانية الواحدة فريم اف بي اس يعني فريم تمام دي المواصفات بتاعت البروجيكت طيب انا عايز اعمل نفس المواصفات دي بالزبط بالتالي هسحب ده كده على طالما انا هسحب على يبقى انا هعمل قدو في الحجم وقدو في الايه في الطايم مشي كده ادي هو اللي اتعملت بنفس الايه بنفس وقت اخل نفس اسمه كمال الاسم ده انا ممكن اغيره وماش مشكلة بس لو عملت كليك يمين كده وقلت له احنا هنا قلنا المقس بتاعه كان في كام تسعمية وستين في خمسمية واربعين والمدة بتاعته كان ست سوائن طيب انا عايز اتأكد من الكلام ده هخشها هلاقي المقس بتاعه كان في كام بتاعته كان يبقى كده ادو بالزبط في كل حاجة تمام هي دي بس النقطة الصغيرة اللي كنا عايزين نتكلم فيها طيب انا دلوقتي هشتغل هنا ده مش هشتغل هنا ليه لان انا اصلا عايزة عايزة يكون فيه اخد منها الالوان واشوف منها الحركة بتاعت اللوجو فبالتالي انا عايز اعمل من دي دي اقول له كنترول دي تمام واجي بقى ديت اقول له انتر وابدأ انا بقى اكتب اسمها اللي انا عايزة اقول له لوجو انترو تمام? آآ تمام كده يا شباب طب جميل كده انا عملت واحدة تانية من الايه من الكمبوزيشن بس فيها نفس الفيديو يعني انا طبعا هشتغل فين انا كده افتح دي بقى باشيل ده يبقى انا كده عندي من غير الفيديو الاصلي وكمبوزيشن بالفيديو الاصلي الفيديو الاصلي ده انا همشي واشوف منها الحركات واشوف منها الايه الشغل بتاعي خلاص هنا انا هشتغل عليها طيب هنا بقى نشغل بس عشان نشتغل من النص تمام واجي نبدأ بقى شغلنا زي ما احنا قلنا طيب دلوقتي انا عايزة اشوف الحركة بتاعة اللوجو بتاعي نمشي جده شوية هو على فكرة ما ابتداش من البداية خالص لا ابتدى من عند اتنشر فريم تقريبا او بالزبط ماشي طيب احنا عايزين نبتدي في الاول نعمل الحركة الاوانية دي طيب الحركة الاوانية دي تتعمل ازاي اولا هنا في دايرتين ما ننزل تحت شوية كده هنلاقيهم الثلاث دواير بيطلعوا من النص زي ما انتم شايفين طيب ومعاها مع الثلاث دواير دول في دايرتين او خطين يعتبر كده ماشي الخطين دول بيتحركوا بالشكل ده تمام طيب هنا دول خطوط ومعمل لها ايه يعني ومعمل لها معمول لها داشز تمام طيب دعالونا اول نعمل الايه التلات دواير اللي في النص دول انتم لاحظين ان الدواير دي بتطلع من نقطة وبتنزل لتحت بتبدل تنزل لتحت وتطلع لفوق يعني بصوا طالع منين من هنا ده منتصف الكمبزيشان طيب هي بدأت من فوق النص كده من فوق شوية تمام وهتبدأ تنزل لتحت اهي بصوا بتنزل لتحت ازاي تمام وبعد كده بتطلع تاني لفوق وبعد كده هترجع تنزل لتحت وهنيجي بقى ايه للجزء التاني من الايه من اللغة طيب خلينا نعمل اول جزئية نيجي هنا عند انا هنا عايز اروح عند اتناشر فريم على طول فهكتب هنا اتناشر وانتر على طول هيبدييني عند الايه لاتناشر فريم طيب هاجي بقى اجيب الاليبس دلوقتي انا عايز ارسم الاليبس من النص فعايز اخليها بشكل منتظم يعني تبقى دايرة منتظمة ما هتبقاش دايرة ايه آآ ممطوطة اولا عاملة شكل ال developed انا عايزاها تبقى دايرة منتظمة طب دايرة منتظمة ازاي اولا دايرة منتظمة ب sore مدوش شفت طب هنعايز كده ارسم من الدص يعني بصوا انا هرسم كده كده هو مش رسم هالي من النص دية ده مستطيل كنترول زت. انا عايزة اجيب الدايرة الاليبس. ماشي? وعايزة ارسل من النص. لو رسمت كده مش هتجي من النص. وهي كده اصلا ما عشان انا مش دايسة شفت دصوا بتبعامنا ازاي? لأ انا عايزة بقى ادوس شفت وادوس كنترول. كنترول بيجيبها لي من النص كده. وشفت يخليها لي بشكل منتظم. طبعا انا هخليها كده عشان هي مش دايرة كبيرة قويا. نشيل واسمي دا طبعا عشان احنا هنقرارها اكتر من مرة. حجمها معقول بالنسبة ان هي تبقى كده. طب تمام. دي كده في البداية دي كده موجودة في النص. تمام? انا دي النص. نشوف. نجيب الانكور كمان في النص بالزبط بتاعتها. لأ هي مش في النص خالص. كده هي في النص بالمصبوط. ماشي جميل. طيب. اولا دي هي بتيجي من فوق شوية فبالتالي انا هنا هسجل ببوزيشن شفت اس. سكيل وبوزيشن. طبعا هي كان فوق شوية. بدأت من فوق شوية. تمام? اما بدأت الحركة بتاعتها. هبدأ اسجل البوزيشن. طب البوزيشن لحد فيه نما نزلت لتحت. ما انا لازم امشي على الفيديو بالزبط عشان نطلع نفس اللوجو بالمصبوط. طبع انتم عارفين انا بحب اقول كل حدا بالتفاصيل فعشان كده بهتم قوي بالايه? بالتفاصيل الصغيرة. طيب هنقول لحد واحد ثانية. لحد واحد ثانية كده. المفروض ان هي هتنزل لتحت بالشكل كده. تمام? طب ماشي بس هي في البداية في هو هنا ما كانتش كبيرة. كان لسه بتبدأ ان هي ايه تكبر. فبالتالي انا هسجل هنا من واقفة عند التاني ده. وهاجي هنا في البداية كده هقول له يا سيدي انت هنا هتبقى صفر. مش هتكون لسه بينة او ظهرة. هتبقى كده. ماشي بصوا بدايتها منين? كده بالشكلة. وممكن كمان ابعد شوية يعني خليه يبقى ابعد شوية من البوزيشن. ماشي يبقى كده. تمام? طيب جميل. نيجي نعمل دول كده. خلاص. كده ده. ماشي. طيب حلو. بعد كده في ايه تاني. بعد كده المفروض ان هي هتظهر واحدة او هتظهر اتنين. وهي نازلة التحت كده المفروض هتظهر اتنين دائرتين في بعض طبعيكة هتطلع دائرة واحدة هي اللي هتطلع لفوق. طيب. دلوقتي بس اشوف الطايم بتاعها. يعني هنا. هي لحد واحد ثانية. كانوا ظهروا الايه الاتنين معاها. طيب دي هاخد منها كنترول دي. لما اخد منها كنترول دي. المفروض ان ده يرجع لورا شوية. ليه? عشان تباني ان هي صغيرة في الشكل. طيب انا عايز اخد اللون. عايز اخد اللون الفوشي هذا. اعمل ايه? هنا احنا قلنا هناخد من دي اللون. الالوان بتاعة البروجيكت وهناخد منها الحركة بتاعتها ماشي ازاي? فبالتالي انا عايز اخد اللون. طب انا اخد اللون ازاي? كل ما اجي اخد اللون يعني اشتغل ازاي? انا عايز اخد اللون من هنا. فكل ما اجي اجيب اللون ده يظهر لدي. لا انا عايز اثبت حاجة عشان اخد منها اللون. فبالتالي هقفل دي كده بالقفل ده. كده انا عملت لكل ده. فبالتالي ما اجيب دي مش هتظهر اي نعم بس هنقدر اغير اللون بتاع اللون بتاع الايه السيركل دي من هنا خش على الفيل اقول له يا سيدي لأ انا عايزة اللون ده لو سمحت حتلي اللون ده وخلاص شيل اللوك هلاقيها اتغيرت بالشكل ده كده طب جميل دلوقتي هاجي اعمل ايه بقى نجي نشوف كده ان البداية خالص ايه اللي بيحصل معها تمام تمام ماشي حلو جدا هاجي اخد من دي كمان دي ماشي واشوف اليوم اجي اخد برضو دي او خليه يرجع لورا شوية بمنطقة البساطة يعني انا كده كده ااخد من اللي نعم شغلاه من السيركل الاوانية اخد منها كوبي وهشتغل بالشكل ده كده طيب بس انا عايزة السيركل رقم تلاتة دي اللون بتاعها يبقى اللون لاخدر ده السيركل رقم تلاتة فبالتالي هجيب الفيل من هنا واقول له يا سيدي انا عايزة اللون لاخدر ده تمام كده طيب نيجي نشوف كده ماشي وهو ده اللي احنا بنقول عليه واللي احنا شفناه هنا طيب عايزين بقى قبل ما نطلع لفوق عشان الفوق ده يعتبر آآ جزء تاني عايزين نخلص من الجزء الاولاني ده ان احنا نعمل ايه الدوائر ونعمل الايه الحاجات دي ده الخطوط دي طيب تعالوا نعمل الخطوط دي كده اولا طيب هو انا لو جيت خط من دي ثواني بقى كده شوية كده تمام زي ما احنا عملنا بالزبط طيب لو انا جيت خط من سيرك الرقم تلاتة دي انا دول التلاتة دول عايز اعمل لون شفت كده وعايز اغير بس لونهم آآ ماشي خليه كده عشان هاخد الوان تانية آآ عشان بس ما نطلع باش هاخد من دي كنترول دي خلاص بس هغير لونها الشكل ده كده طيب دي انا هعمل بيها ايه اولا دي انا مش عايزاها مش عايزاها فل راخفي الفل ده خلص انا عايزاها استروك والاستروك انا اخليه مثلا باربعة ماشي بس لون الاستروك انهو اللون الاخدر انا بعمل ايه انا بعمل خطوط دي اللي هي يمين والشمال دي تمام فالاستروك هنا هو اللون الاخدر فبالتالي انا ااخد درجة اللون دي خلاص طب جميل بس اولا هي واللي اقول لكم بلاش دي بلاش رقم اربعة دي هناخد رقم واحد كنترول دي وطلعها هي لفوق خلاص وغايرة هي لونها بالشكل ده واجه ااخد الفل اقول له لأ مش عايزة فل اقول له انا عايزة اللون اللي اخدر ده ماشي كده وخالي ده باربعة تمام طب جميل بس هنا اولا انا عايزة اخش على الاليبس باث وعايزة اا اا اكبر بس الايه حاجة بسيطة يعني خليها تمانين هتبقى بالشكل ده دي انا عايزة احط لها تريم تريم باث لما احط لها تريم باث شايفين دلوقتي باث ايه باث نص دايران وغادي مبالكو باث ايه باث نص دايران تمام طيب دلوقتي هي تعمل ازاي تمام ايه هي ظهرت معها ايه نعم بس انا عايزة اسجل لها ايه اسجل لها آآ اسجل لها افسد فين التريم هنا عيزة اسجل لها افسد يعني ايه بقى. يعني هقف هنا اسجل كده. واجي. اخليها. عند هنا كده. تلف. ماشي. تلف كده بالشكل ده. يبقى انا كده عملت ايه? طبعا هي ما بانتش وهي اهي. هي بس ايه? ما بانتش في اللفة بتاعتها بشكل كويس. طيب بس هنا كمان عايز اسجل الايه? الاند والستارت. ليه? لان هي اما بتيجي بتلف كده هي بتزهر كلها مع بعض هي بتزهر كلها حتة واحدة. لا بس هنا مش ظهرة كده يعني هنا بس بتزهر ازاي? بتزهر. وبترجع تختفي. ماشي? فبالتالي لازم اسجل هنا معاها. اسجل الاند والستارت. خلاص? يعني انا لو خليت دي مية. ظهرت لي بالشكل ده. لا لو انا خليت دي تبقى خمسين. هتظهر لي بالشكل ايه الكبير ده. طب لو خليتها مسلا تلاتين زي ما كانت بالشكل ده. طيب لو انا جيت دلوقتي عملت دي. هلدي سفر. فيش حاجة ظهرة خالص. ماشي? هو ده اللي انا عايزها يبقى هنا. اسجل دول. تمام? واجي هنا اخلي الاند دي بتلاتين. ماشي? والستارت. عشان بصوا هتبقى عاملة ازاي? انا عايزها تبقى تبدأ بالشكل ده كده. وهي بتلف وطبعا هنا عايزة زوده شوية كمان. خلاص. عشان يلف شوية. الستارت بقى دي. انا عايزها تختفي بالشكل ده كده. يعني دي انا عايزها تبقى تلاتين هي كمان. طب نشوف كده هتظهر ولا لأ? لا ما زهرتش ليه? لان دولة. اللي دي المفروض تتأخر شوية. اهي. بس ايه? يا برضو عايز تتأخر شوية كمان عن كده. خلاص اهي بالشكل ده. ماشي. طبعا هنا هي هنا بدأت تظهر ايه? بالشكل ده كده. تمام? طيب لو انا جيت خدت من ده. خدت من ده كده تاني. خلاص. وجيت عملت هنا اشوف اليو بس. وعايز اعمل اخلي بقى اتغير او يلف في الناحية التانية. يعني هنا فين? انا عايز اخليه يلف في الناحية التانية كده. بالشكل. بالشكل ده كده. يبقى واحدة هتيجي الناحية دي. واحدة هتيجي الناحية دي. تعالوا بقى نشوف. ماشي كده. طيب بس هنا فيه معاها آآ واحدة تانية بنفس دركة اللون ده. يبقى انا برضو ااخد من دي. كنترول دي. تمام? وخلي اشوف اليو بتاعها. خلاص. مش مشكلة نخليها في نفس يعني مش هنغير الافسد بس انا هنا هغير في الايه? هغير في الاند. بس انا قولا قبل ما اغير في الاند كنترول زد. عايز اغير في اللون. اغير في اللون ده. انا عايز اللون ده. عشان اشوف انا بعمل ايه? اغير في الاند يعني خلي دي تبقى كده. هي اياه في نفس يعني معاها صح? وادخن شوي. فبالتالي دي هيكون السمك بتاعها هيكون ستة. خلاص هتبقى ستة مش هتكون. وخلي الاند. الاند بقى مش هنا. الستارت قصدي. الستارت. نشوف بس كده الحركة دي. دي كان المفروض دي ازودها شوية. وهنا. دي المفروض اخليها تبقى زي دي تبقى واحد وعشرين. دي تبقى واحد وعشرين. عشان تبقى زيها تبقى ايه? تختفى اياه كمان. هنشوف كده. طيب حلو. بس هنا في نقطة صغيرة انها دول كلهم دول كلهم الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في راوند كاب كده كله بالشكل ده تمام ده الجزء الاولاني من الايه اللوجو نكمل ان شاء الله المرة المحاضرة اللي جاي عشان بس ما نطولش اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة